على ما يبدو بعد اللقاء ليلة أمس بين السيدين الصدر مع السيد الحلبوسي واليوم كذلك الوفد الكردستاني مع الوفد التيار الصدري جعل هناك انزعاج وامتعاب للذين كانوا وما زالوا يتظاهرون أمام بوابة المنطقة القبراء التي فيها مقر الحكومة العراقية ومقر السفارات ومقر كثير من الشخصيات السياسية والعسكرية أنا أعتقد ما هي إلا ضغوط أولا على مفوضية الانتخابات على ما يبدو المفوضية لا تستطيع لا تغير النتائج الانتخابات بحيث الخاصر يصبح فائز والفائز يصبح خاصر وهذا ليس بأمرها وأنما بأمر القوانين التي شرعت داخل مجلس النواب هل هذا ما تسعى له الجهات الأخرى سيد نجم حول هذه النقطة تحديدا؟ يعني ما الفائدة من التصعيد في الشارع الآن؟ هذه نقطة من نقاط أخرى يعني النقاط الأخرى تحاول جعل ثقافة وإسلوب الفرض والرفض يعني رفض بعض الشخصيات التي تتخوف منها بإعادتها لاستلام مناصب تنفيذية أو تشريعية أو رئاسية وكذلك فرض شخصيات أخرى لربما تكون تابعة أو قريبة لها وهذا غير ممكن يعني اليوم التيار الصدري هو يعتبر الفائز الأول داخل القوى السياسية الشيعية وداخل العملية الانتخابية وهو يعتبر فائز أول وليس هناك فائز ثاني كدوت القانون لأن الفرق بينهما ضعف المقاعد التي حصل عليها الفائز الثاني هي دوت القانون العمر الآخر التيار الصدري والسيد مقتضى الصدر وحتى السيد محمد الحلبوسي والسيد متعود البرزاني هذه الشخصيات الثلاث اليوم لها مقاعد تستطيع أن تشكل حكومة وكتلة أكبر داخل المجلس نواب كلهم هؤلاء يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة محاسبة الفاسدين الابتعاد عن المحاسسة والذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية ومن يعجبه يلتعق معهم ومن لا يعجبه يذهب إلى المعارضة أنا أرى هناك تخوف من الذهاب إلى المعارضة لربما تكون فتح ملفات سابقة من أين الحلول استاذ نجم اليوم؟ الحل للبعض يقول أنه بطبيعة الحال سياسي وليس أمني وأمام الدعوات من رئيس البرهم صالح وأيضا من التحقيق الذي دعا إليه مصطفى القدمي رئيس الحكومة إلى أين تتجه الأمور؟ وأي حلول برأيك منتظرة؟ يعني أولا السيد الكاظمي وحتى القيادة العسكرية الأمنية إلى الآن لم يثبت بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين نعم من حق أي جهة سياسية خاسرة فائزة أن تقوم بالتظاهرات والاحتجاجات وفق السياقات المعمول بها النقطة الأخرى الحل الأمثل هو الكتل الفائزة الثلاث تذهب ومن يلتحق معها وبالتالي هذه التظاهرات والاحتجاجات هي لا تمثل أغلبية الشعب العراقي بالعكس من مثل الأغلبية هي تظاهرات تشرين في 2019 ولولا التظاهرات ولولا الاحتجاجات ودماء الشهداء لما حصل تغيير قانون الانتخابات واستبدال المفوضية وإيقالة حكومة عادل عبد المهدي هناك تخوف حقيقي بأن تشكيل الحكومة المقبلة ووصول نواب مستقلين من امتداد ومن داخل تشرين لربما هذه تطالب الكتل الأخرى بفتح ملفات من الذي قتل المتظاهرين أولا لعدام الثقة وثانيا عدم وجود لهم أغلبية أو تأييد داخل مجلس النواب المقبل مما يجعلون هناك احتجاجات وتعطيل العملية الديمقراطية لكن أنا أقول بأن تشكيل الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها بأقل فترة مما شكلت الحكومات السابقة شكرا جزيلا لك من بغداد الكاتب والبحث السياسي نجم القصاب شكرا جزيلا